تحاول إندونيسيا النهوضة من تحت أنقاض الدمار الذي خلفه الزلزال المدمر وما تبعه من موجات تسونامي قبل نحو إسبوع حكومة إندونيسيا رعت حفلاً موسيقياً خيرياً هدفه جمع تبرعات لضحايا المأساة التي حلت بجزيرة سيولويزي قبل انطلاق الحفل تمكننا من جمع حوالي 300 ألف دولار والآن تفوق قيمة التبرعات المليون دولار آملوا أن نستطيع جمع المزيد من التبرعات من خلال حفلات أخرى معظم جرح الزلزال تمكنوا من مغادرة المستشفيات المحلية بعد إسبوع على الكارثة التي هزت المدينة الساحلية بالو أما المصابون بجروح بالغة فما يزالون يتلقون العلاج الحصيلة الأخيرة لضحايا الزلزال وأمواج المد العاتية قاربت الألف وستمائة قتيل ومن المتوقع زيادة العدد مع مواصلة فرق الإنقاذ مهمها عائلات كثيرة تفرق أفرادها وانقطع التواصل بينهم نتيجة الضرر الذي لحق بشبكات الاتصال والكهرباء وهو ما دفع الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع منظمات محلية إلى إطلاق موقع على الإنترنت يسمح للمستخدمين بالبحث عن أفراد عائلاتهم